الدول العربية هناك إحساس كبير للغاية وعميق للغاية بالتضامن مع شعب لبنان هذا الشعب الأبي القوي وقلت له أنتم أقوياء رغم كل المآسي وكل الصعوبات وكل هذه الكارثة الكبرى التي تعرضتم لها أنتم أقوياء وسوف تنجحون في مواجهة الموقف أوضحت له المساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية واستعددنا للمساعدة والدعم بما هو متاح ولدينا قدرات معنوية تجميعية للحجد العربية من ناحية أستشعر الكثير من الرضا لرد الفعل العربي رد الفعل العربي كان سريع للغاية وقدم لبنان للبنان احتياجاته الفورية واستمعت إلى تقرير من فخامة الرئيس بأن هناك هناك الآن اكتفاء بالمواد الطبية والاحتياجات الطبية المطروحة قبرت لها عن الأمل أنه يصلنا كل احتياجات لبنان لكي ننقلها إلى المجتمع العربي إلى الدول العربية إلى المجتمع الدولي إلى أمين عام الأمم المتحدة من ناحيتي سوف أشارك في الاجتماع الذي دعت له فرنسا على مستوى القمة غدا للتحدث فيه والتعبير عن الدعم للبنان سوف أنقل إلى الدول العربية ووزراء الخارجية ربما مساء اليوم أو صباح باكر تقرير كامل عن مشاهداتي وعن كل هذه الزيارة ننوي أن نطرح بند جديد على مجلس على جدوى الأعمال مجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وهو ينعقد في خلال سبع قليلة للدعم المستمر الدائم للبنان ننتظر ما سوف يأتينا من الدولة اللبنانية من الحكومة اللبنانية احتياجاتها خططها أفكارها لهذا الطرح تحدثت أيضا عن استعداد الجامعة العربية من ناحاتي كأمين عامل الجامعة العربية أن أشارك بطاقات عربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة وكيف نؤمن أن يأتي التحقيق شفافا إيجابيا لصالح الحقيقة مثل ما وقعت وهذه هي مهمة الجامعة العربية في هذه اللحظات الصعبة فكل المساندة وكل الدعم كل التعازي وسوف نقوم بواجبنا مثل ما نراه وفي حدود إمكانياتنا بمعنى نحن لسنا لسنا العربية لديها موارد وإمكانيات والكثير من الاتحادات العربية لديها موارد وإمكانيات المصارف المنظمات المجالس الوزرية وسوف تكلف أو يكلف هؤلاء جميعا بكل في قطاعه وكل في المسائل المعني بها أن يقدم الدعم طبقا لقدراته شكرا جزيلا يعني الرئيس الرئيس استمع بالكثير من الاهتمام وطركت الأمر لديه لكي يعني أبلغته أننا نحن على استعداد وعبر عن شكره وعن استعداده للنظر في هذا الموقف هو لدينا لدينا في الجماعة العربية بند دائم في المجلس المزاري العربي وهذا البند يدرس مرة كل ستة شهور في الاجتماعات الدورية العربية وهناك دعم للبنان يعني أنا شخصيا أحيلك على قراءة هذا القرار الدوري الذي يصدر عن مجلس الجامعة وهو قرار طيب ويؤشر إلى رؤية في المسألة اللبنانية المسألة اللبنانية والوضع اللبناني يجب أيضا أن نعترف أنه وضع صعب ومعقد وضع صعب ومعقد ولكن الجامعة على استعداد دائم للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون وما يراه العرب مناسب للتفاعل مع هذا البند وهذا ما نقوم به وأوفي الآن أمامكم هو أننا نسعى لتفعيل الكثير من التوجهات المسألة يجب أن نعترف أيضا أن هذا الوضع المفاجئ المفاجئ يفرض على البشر التفكير والتفاعل ولكن أخذ الوقت هذه المسألة تستغرق وقت وأثق أن المجتمع العربي الدول العربية مجتمع الدولي الدول فرادة سوف تتحرك بناء على ما يقدمه الشعب اللبناني أو الدولة اللبنانية وكيفية التفاعل معه ف سوف ندعم لبنان بكل ما هو متاح هل تعتقدون أن هناك احتمال أن يكون واحدة شراء عمال أرهاب أو غارة تستغرق صعب صعب أن أنا أحكم على أي على أي شيء لأنه كل الأحتمالات مفتوحة رئيس عون بالأمس تحدث عن احتمالات كثيرة مختلفة كل الاحتمالات موجودة شكرا وتمنى للبنان كل الخير ترجمة نانسي قنقر